الذي يقرأ الظروف الموضوعية بالنسبة لليمن بتعقيدات اليمن الداخلية يجد أن مسارات الحل مغلقة لكن عندما تنظر إلى السياقات الأخرى والنظر بالملف اليمني كجزء من المنطقة وكملف مهم جدا في المنطقة ستجد أن هناك رافعات كبيرة ستؤدي إلى الحل ومن تلك الرافع أولا أن هناك مشروعا اقتصاديا في المملكة العربية السعودية حجم استثماراته السعودية فقط حتى 20-30 تريليون دولار غير الاستثمارات الخارجية التي تتدفق بشكل كبير عن المملكة العربية السعودية بين إضافة إلى مشروع أعلنه سمولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو أوروبا الشرق الأوسط مشروع قائم على استراتيجية التنمية بدل الهيمنة هذه تؤدي إلى تفاهمات بتقديل منصوب التوتر في المنطقة وإطفاء الحرائق وأهم تلك الملفات عند الأشقاء في المملكة العربية السعودية هو ملف اليمن وبالتالي قبل أن يحدث التوافق الإيراني والاتفاق الإيراني السعودي كنت أتحدث بكل قراءة وبكل ثقة قراءة سياسية أن الأمور في طريقها للحل والآن أتحدث بثقة أكبر وأقول للمشاهدين الكرام أن هناك تفاهمات وأن هناك حيثيات معينة في المنطقة تملي أن يكون اليمن مستقر أن يكون هناك دولة في اليمن الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومن خلال بظلة التعاون الخليجي مجلس التعاون الخليجي ومن خلال التحالف العربي يعملون بمجموعة من الحوافز هي حوافز لكل اليمنين أنهم هكذا يقولون في الغرف المغلقة نريد يمنا مستقرا